المصابين المصابين وعدد الإصابات في الفترة الأخيرة وانبارح مع الخمسة اللي ما شاركوش وما سفروش للكنغو الدموقراطية الناس شافت إصابة لأكرم توفيق خرج بسببها وإصابة لأحمد نبيل كوكا خرج بسببها فالناس بتقول الفريق مش مستحمل إصابات لأ النهاردة أنا جايل لكم ببشرة خير بشرة خير في ملف المصابين أولاً أكرم هو جرح قطعي في أسفل الحاجب بإذن الله إن شاء الله مش هيكون سبب في عاقته عن المشاركة في لقاء العودة يعني أكرم بإذن الله متواجد في لقاء العودة وده جرح قطعي بسيط تم التعامل معاه من الجهاز الطبي طيب كوكا نهاردة ناس كتيرة بتقول إن أحمد نبيل كوكا لن يلحق بلقاء العودة أنا بقول لكم لسه أحمد نبيل كوكا عنده كدمة في الرجبة كدمة أسفل الرجبة يعني بشكل دقيق طبقاً للوصف الطبي في أشعة تانية هتجري هتجريها الجهاز الطبي لأحمد نبيل كوكا خلال الأيام القادمة الفريق واخد أجازة على فكرة الحد والاتنين وهيتمرن يوم الثلاثة مع استيناف التدريبات يوم الثلاثة هيكون في أشعة لأحمد نبيل كوكا وارد جداً بإذن الله مع نتيجة الأشعة يكون جاهز للقاء العودة ولكن الناس اللي عملت قول كوكا مش موجود في ماتش العودة أنا بقول لكم لسه الكلام ده مش محسوم طيب قال يو ديانج نزل ورجع للتدريبات لما كان الفريق موجود في القنو ديانج نزل للتدريبات مع المستبعدين وشارك بشكل تدريجي في التدريبات ديانج الحمد لله شارك بشكل تدريجي في التدريبات ولكن صعب يلحق ماتش العودة لسه محتاج فترة من يعني استعادة اللي يقل بدنيه عشان يكون جاهز للقاء العودة ولكن ديانج الحمد لله شارك في التدريبات ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم وغيابه استمر لمدة شهرين كما أكد طبيب الفريق منذ وقت الإصابة في نهاية شهر فبراير قال إن الإصابة تاخد لها 8 أسابيع وده لقاله كولر مبارح في صياق دفاعه عن دكتور أحمد جبالة طبيب فريق النادي الأهل الحمد لله في التوقيت اللي قاله الدكتور ياسر نزل بشكل تدريجي وطبعا عشان يقدر يشارك في المباريات محتاج عدة أيام ولكن لو الجهاز الفني عايز ياخد ياسر موجود لو عايز ياخد يانج موجود نزله في التدريبات الجماعية نزله في التدريبات وده أعتقد يعني شيء إيجابي جدا وبشرة خير لتقليص عدد قيمة المصابين فإذا ديانج وياسر وكوكا وأقرم توفي مروان عطية يوم الثلاث اللي جاي لما الفريق أستاني في تدريبات هيكون موجود في المران الجماعي هيكون موجود في المران الجماعي ولكن مروان بقاله أكتر من حوالي أسبوعين ثلاثة برضو مش موجود في المباريات هل مشاركته هيحسمها الجهاز الفني ده أمر يخص مرسي الكولر ولكن مروان يقدر ينزل للتدريبات الجماعية يوم الثلاث حسين الشحات خلاص جاب يمكن الجهاز الطب يقدر يوفر قناع واقي للوجه عشان يرتديه في التدريبات ولكن برضو هيكون متواجد في التدريبات وهتشوف حسين في التدريبات الجماعية ولكن أمره مشاركته في المباريات هيتوقف على وجهة نظر مرسي الكولر أنا بس بطمنكم أن كل اللعبة اللي كانت مصوبة سواء بعمليات جراحية أو إصابات عضلية نزلوا التدريبات خلاص نزلوا ومتواجدين ولكن هنستنى ونشوف يوم الثلاثة الموقف آخر حاجة متعلقة بإمام عشور ومحمد الشناوي بشرة خير أيضا إمام عشور ومحمد الشناوي جاهزين للتدريبات الجماعية والتنين طبقا للرؤية الطبية ما عندهمش ما يمنع من المشاركة في المران الجماعي ما عندهمش ما يمنع من المشاركة في المران الجماعي ولكن المشاركة في المباريات الرسمية تغضع لبروتوكول لأن إصابة إمام عشور ومحمد الشناوي اللي يعلقى ببروتوكول طبي بإصابات الكتف للإصابات ما كانتش بسيطة وصغيرة الشناوي تبقى للإشعات اللي أجراها أثناء صفر الفريق في الكنهو جاهز للمشاركة في المباريات ولكن الجهاز التوبي بيحاول ينفس بروتوكول معين إن في مدة معينة لازم ينتهي منها الشناوة عشان يقدر يشارك في المباريات الرسمية المباريات الرسمية مش التدريبات الجامعية نفس الأمر لإمام عشور إمام عشور آه ممكن يلعب ماشي مازمبي ولكن الجهاز التوبي طحف يعني حفاظاً على اللاعب عايز ينفس بروتوكول معين إمامة صابيو 22-23 عشان يرجع للمباريات الرسمية الجهاز التوبي بيكلم في شهر ونص على الأقل يعني بعد مباراة مازمبي الإياب يكون جاهز للمشاركة في المباريات باختصار الأهلي يتأهل بإذن الله لنهاء إفريقيا كل اللاعبة دي موجودة يوم 18-5 مع الأهلي في نهاء دور الأبطال وما فيش أي إصابة إطلاقاً دي بشرة خير متعلقة بموقف كل المصابي